السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي عمر السومة يسجل هدف التعادل الرائع للنادي الأهلي في مبورات الاتحاد والأهلي التي تسير الآن قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزراء الأحمر أسفل الفيديو كي يصلكم كل جديد سجل النجم السوري عمر السومة هدف التعادل لفريق الأهلي في مرمى الاتحاد خلال لقاء الدربي الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب الجوهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور السعودي جاء هدف عمر السومة في الدقيقة 21 من زمن اللقاء عن طريق ضربة الرأسية قوية فشل حارس الاتحاد في التصدي لها جدا بالذكر أن محمد عبد الشافي يلعب أساسيا مع الأهلي بينما يجلس زميله عبدالله السعيد على مقاعد البدلاء ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بينما يحتل الاتحاد المركز الأخير برصيد نقطتين فقط شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته